الحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة أشرف أبو الهول مدير تحرير صحيفة الأهرام سيد أشرف أهلا بك معنا عبر شاشة الغد في هذه التغطية أهلا بك من السؤال العالق اليوم بين أزقة غزة متى تنتهي الحرب؟ أين الصفقة؟ لماذا لم يتم التوصل إلى توافقات أو تفاهمات مبدئية بين حماس وإسرائيل على الرغم من حالة التفاؤل التي كانت موجودة خلال الأيام الماضية؟ يعني هو سؤال هام جدا ويأتي في توقيته أعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية لعدم التوصل إلى صفقة في الجولة الأخيرة هو أن نتنياهو ما زال يعطي صلاحيات محدودة للوفد الإسرائيلي المفاوض وبالتالي عندما تطرح أي أفكار لا تتماشى مع الإطار الذي أعطى نتنياهو للوفد تنتهي الجولة ليعود الوفد ويعرض الأفكار على نتنياهو ونفس الشيء يتعلق لحماس الوفد الموجود من حماس الذي يوجد ربما في غرفة أخرى بعيدا عن الغرفة التي توجد فيها الوفود الأخرى ويتم نقل الاقتراحات إليه أيضا صلاحياته محدودة لأن القرار موجود في غزة موجود مع الصنوار وبالتالي هو يرد بناء على ما لديه من صلاحيات وينتظر إلى جولة أخرى تكون الأفكار قد نقلت إلى الصنوار في غزة ويكون هناك رد هذا أحد الأسباب سبب آخر هو إحساس نتنياهو أنه سيطر على الأرض تماما وأنه لا يجب أن يترك هذه السيطرة هناك أمور أخطر تحدث على الأرض الآن لا أحد يعرف ماذا يفعل نتنياهو نتنياهو نحن نتحدث عن المسحاب من محور نتساريم وهو يقوم بتوسيع محور نتساريم يقططع أراضي من أحياء الزيتون والشجعية وتل الهوى ليضفها لمحور نتساريم بعد أن كان به قاعدتين للجنود الآن به أربع قواعد للجنود وكأنه يخطط للبقاء طويلا وبالتالي فهناك تعقيدات كثيرة الولايات المتحدة لا تقوم بالضغط الواجب واعتقد أنه يعني مصادر كما قلتم مصدرين مصريين قالوا أن الجولة فشلت لكن هناك مصادر أخرى تقول أن الجولة لم تفشل هناك فنيين ما زالوا موجودين في القاهرة يعني يناقشون الأفكار التي طرحت والوفد الذي ذهب عائدا إلى تل أبيب لكن على ما يبدو النظرة السودوية سيد أشرف أبو الهول يعني الفجوات لم تسد الوسطى حتى الآن لا يستطيعون المضي قدما وفق إرادة نتنياهو كما أشرت قبل قليل الوفد الإسرائيلي الموجود في القاهرة على مدار الأيام الماضية أو من يفاوض نيابة عن إسرائيل ليس لديه الصلاحيات بأن يمضي مع حماس بهذا الاتفاق لكن ألا يوجد هناك توافقات على أرضية يمكن الانطلاق من خلالها هل تغيرت أرضيات التفاوم؟ يعني نعم هناك مسائل حدث بها تقدم ما يتعلق بمحور فلاديلفي إسرائيل كانت ترفض الانسحاب من محور فلاديلفي تماما ثم طلبت أن تبقى فيه 12 نقطة فيه عرضت الولايات المتحدة أن تبقى نقطتين رفضت مصر تماما أن تظل إسرائيل في محور فلاديلفي بما أنه ضمن ملاحق اتفاق السلام وبالتالي عرض حل آخر هو أن تنسحب إسرائيل تدريجيا من محور فلاديلفي سواء كان هناك اتفاق أو لا اتفاق وتكون قد خرجت منه بنهاية هذا العام مع تأمين نفسها من خلال أجهزة استسعار وغيره وفي حالة الاتفاق وتطبيق الاتفاق تنسحب منه في المرحلة الثانية وبالتالي هذا تقدم لأن نتنياهو كان يتحدث ليل نهار أنه لن ينسحب من محور فلاديلفي هناك تقدم آخر في مسألة أسماء الأسرة التي كانت إسرائيل أو لا أو الذين كانت إسرائيل تعترض على خروجهم تماما أصر الفلسطينيين وتقلص العدد من المئات إلى عاشرة تقريبا وبالتالي هذا أيضا تقدم لكن ما زال هناك إسرار على التأكل من هوير لكن الملفات الرئيسية تزال عالقة سيد أشرف موضوع الانسحاب الكامل من قبل إسرائيل من قطاع غزة العودة إلى ما قبل السابع من أكتوبر عدم السيطرة الإسرائيلية على مفاصل القطاع فيما يتعلق بمحور نيتساريم هذا الأمر حتى الآن مرفوض بالنسبة لإسرائيل أو الوفد المفاوض لم يقدم بوادر إيجابية في هذا الصدد يعني دعني أقول لك بصراحة إسرائيل لن تسحب تماما من غزة إلا إذا ضمنت أن حماس لن تحكم غزة وحماس ما زالت تصر على البطاء في حكم غزة وتضع ذيته على عودة السلطة وعلى أي بديل آخر إسرائيل تعتقد أنها خسرت الكثير من جنودها والكثير من قوتها ودخلت في معركة يعني دمرت فيها غزة ودمرت هي عسكريا بشكل كبير جدا والجنود في حالة يرسلها من ضعف الحالة المعنوية وإنها في نهاية هذا الأمر لا يمكن أن تترك غزة إلا إذا ضمنت أن تبتعت حماس عن الحق هل يمكن لحماس أن تقبل بذلك؟ نتنياهو لديه مشكلة كبيرة هذا قرار حماس لكن نتنياهو لديه مشكلة كبيرة هو لا يريد أن يحصل الصنوار على صورة انتصار لا يريد أن يخرج عناصر حماس ويقوموا باستعراض في شوارع غزة مرة أخرى أو يعودوا إلى معبر رفح أو محور فلاديلفي وهذه هي القضية الرئيسية قضية صورة الانتصار هو يريد أن يقول أنا حتى هو يمكن في قرارة نفسه أن يقبل ببقاء حماس وسط الجماهير ولا يقبل ببقاءها في السلطة لأنه لن يستطيع أن يقضي عليها تماما وهذه هي واحدة من أكبر المشكلات التي تعوق أي اتفاق وبالتالي يتم تأجيل مسألة الانسحاب الكامل إلى المرحلة الثانية أو الثالثة من المفاوضات حيث يأمل الوسطاء أن تأتي المسألة بالتدريج ويبنى على كل مرحلة حماس تعتقد أن إبقاء الأسرة تحت أيديها الرهائن الإسرائيليين لن يجعل إسرائيل تحقق مقربها لكن الحقيقة إسرائيل لا تهتم بأسرها إسرائيل لم تسعى دائما أن يكون إخراج الأسرة أولوية بل هي سعيدة بوجود الأسرة تحت أيدي حماس أو الرهائن تحت أيدي حماس حتى تواصل عملياتها العسكرية دون أن يكون لم يتبقى لدينا الوقت الكثير لكن ختاما المآلات لهذا التحليل الذي أشرت إليه لمشهد الدبلوماسية الموازلي قرار الحرب المستمر من قبل نتنياهو ببساطة الدبلوماسية ستستمر لأن مصر لن تأس قطر لن تأس الأولايات المتحدة في حاجة لإنهاء هذه الحرب ولكن الدبلوماسية ستنتصر حينما تكون هناك إرادة أمريكية تكون هناك قوة حققية تضغط على نتنياهو نتنياهو لديه خيارين أن يواصل هذه الحرب على أمل أن يفوز ترامب فيعطيه الحق في أن يبقى في غزة أبد الأبدين أو أن يواصل هذه الحرب وينهزم ترامب فيدخل في صراع مع كامالة هاريس إذا فازت وللتالي قد يصل إلى حل وسط هو أن يقبل صفقة في هذه المرحلة حتى لا يخسر الإدارة الديمقراطية الأمريكية أشكرك جزيل الشكر كنت معنا من القاهرة أشرف أبو الهول مدير تحرير صحيفة الأهرام شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك